اسم الله. السبعة من البرامج هو BIM هل هو RVIT ولا CAD accord هل هو RVIT ولا CAD irre לכ陳رى ال quim فأنا سألت السؤال ده 16 اصلاح من الشخص واحد في يوم واحد هل هو RVIT هو ال BIM لا bucking هو ال sembara تبع من الاثنين ولا ده اسم تجاري ولو سطبت ال bim فأنا كدآ عند rivitt ولا محتاج ان انا سطب الاثنين مع بعض ففيه لغبطة وخلبطيطة بالصالصة في القصة دي ما فيش مشكلة طيب انا دلوقتي سطبت الريفت والتولو نيو وابدأ شغل بقى اللي هو الشغل اللي يعني اللي محنتش عمله قابلية ولا بعدية ده انا الكنج كونج ومش فاكر الاغنية اي بتاعت اول ليف طيب هقوله دلوقتي انا عايز ارسي المكنة بس انا بش لاي المكنة دخلت في الفاميلي بقوله مكانك الاكيوب منت ملقتش تمام ودورت على النت وما لقيتش فولت ارسمها انا بقى تمام فروحت على الارتكشر ارسمها ازاي قلت ممكن ممكن ارسمها موديل امبليس وارسم اي مربع وخلاص طب انا هسهل لي ارسم الول انا خدت خدتها في الكورس وقالت له ايدي الطيب وقالت له اعمل لي واحدة جديدة ومغاردتش اسم مغارد الدبلي كيت وما تزامش بالتسمية وخليت دي اتنين متر وقالت له اوكي اوكي ورحت رسم حيطة تمام خليها اتنين متر ورسمت حيطة هيت بس قلت له بقى ايه قلت له تيكست قلت له دي اير هندج يونيت اتنين خلاص دي بقى اتماكنة مكنة تكييف والمقاسات مزبوطة ابدأ ايه سورايا بالمهم الشكل في التو دي والسري دي تحس ان هو مكنة فعلا وكذا كل الحاجات الحاجة اللي انا مش قادر اعملها انا قال لي امر اللي انا عارفه انا عارف امر مسلا فلور كل شغل اللي بتاعة هعمله فلور اي حاجة توفق قداما وروح رسمي فلور تمام بس الكلام ده هيبقى هيدريني امتى ده في الحاصرة باش مزبوط لان ده باش شغل بم ده للحاجات دي انا شفتها بعنايه في مشاريع حقيقية كنت مثلا فاهم مشكلة فقال له خش حل لقيت الموضوع يعني مش هازكو اسمي الشركات والاسمي مشاريع بس ده كان فعلا وقعي كنت لقي الحاصر جايب لي المكان سفر وانا شايف مكان بعنايه ادخل انا لاي المكان بالترى ديت يعني هو باش عمل family ورسم مربع وخلاص لا ده هو ما فيش اصلا حاجة خالص وتعمل select تفاجأ ان هي wall تمام والول تفاجأ انها حاجة تانية والسلالم رسمة 2D فتلاقي الموضوع كله باش بيم يعني تجي تقول لي فين فواد البيم وقال لك لا لا ده باش بوض البيم ده معمول بالرفيت انت ما تفهمش يا عم اه معمول بس انا انا ما بادخل في الاسكادول ما بقلقش حاجة خالص بيطلع لي فاضي لما باجي بعمل حصر بيطلع لي فاضي لما اجي اقول له اعمل لي كلاشات حلل لي كلاشات يقول لي ما فيش حاجة خبطة في حاجة اه ما فيش حاجة خبطة في حاجة بشغل سليم او يتطلع النتيجة ما فيش اي مشكلة خالص فيش حاجة خبطة في حاجة خالص فتبقى فرحام بس الموضوع بتاعك غلط تمام؟ يبقى ان كده باش تعمل بيم يبقى البيم فكر ونظرية ولازم فيه قوعة تتطبق وفيه شغل دي فيه يتطبق فيه معمولة فيه مجموعة من البروسيس معمولة فيه اه مستاندرد معمول باش كل واحد بيشتغل بمساجه باش مجرد سوفت وير السطة بيبقى انا كده شغال البيم باش هو السوفت وير تمام؟ وإلا هيبقى سطة بالبرنامج ويبدأ اقول ان انا شغلت بيم طيب لو انا جيت على اوتوكاد ارتكشور ايه فكرة اوتوكاد ارتكشور؟ بكل بساطة الاوتوكاد بس اضاف بعض الادوات التي تخليني ارسم بيم فلما تجي تلاقي وول ودور وويندو وروف سلاب وستير واس بيست وتلاقي الشغل المزبوط لو واحد فتح هذه الحاجات وشغل مزبوط وعمل شغل حلو ارفع له القبعة ورجل محترم جدا وانا موافق ان الاوتوكاد ارتكشور من برامج البيم تمام؟ شفت جاب لي حواية هاي مزبوطة وبدأت ارسم لها حواية مزبوطة وبدأت الزباطة وبدأت اعمل شغلة مزبوط خلاص ده بيم مش معنى كده ان الاوتوكاد ارتكشور هو افضل من الريفت لا ده ده حاجة وده حاجة وفي ناس شغالات كده وساعات انا مسلا في بعض المشاريع في بعض الشركات اقول لا احنا محتاجين ان احنا اشغل اوتوكاد ارتكشور بش بش ريفت ارتكشور لأسباب كتيرة يعني ده دور او فكرة كل شركة بيبقى لها صفات ما مفعش اخد الحاجات دي من شركة انك تشغال فيها بل كده اعطيها في الشركة الجديدة كل الشركة بيبقى لها ظروف وحاجات يعني من ما نشرحها بالتفصيل تمام؟ بس هنا برضه يعني انا كده هنا وعملت سلكت وروحت على الخصائص هلاء الخصائص المزبوطة ولو عملت كلشيات هلاية كلشيات مزبوطة ولو عملت حصل مزبوطة فما يغرقش الاسامي بلاش بهراجة الاسامي لا انا ببدأ اشوف هل القواعد متطبقة ولا لا دلوقتي انه انا شغال في البلدية مش البلدية بتاعت مصر ما بجريش ورا مش بجري ورا البحج جايلين ولا عاجة بلدية مثلا في دبي ولا ولا قطرة ولا عاجة وقال لي واحد بيقول لي المدر هوت معمول بالريفت مش معنى انه هو معمول للريفت ان انا هتربلت عزيزيز سلام وقول له ده لا ابدا تعال اوصل للحاجات ما قد اقول لأ المعمول على تقدر تكشر تعالى نشوف الحاجات ولا لا ما ممكن يكون عاملة على تقدر تكشر وعمله غلط او عمله عرفته وعمله غلط حسب الكود انت عمله ازاي والعمليات انت مش بها ازاي والتكنولوجي متطبقة ازاي وهل اللي شغال ده فاهم ولا مش فاهم على فكرة السكتش ابل في بعض الادوات بتستطب ترسم لك الوول والدور والويندوز والروف والحاجات ده كلها وفعلا يبقى شغلة حقيقية واقدر تطلع منه واقدر اقول له ده بيم فيه برنامج مجاني اسمه فيه بدأوا يحطوا في حاجات دي فتقدر تطلع شغل بيم تمام طيب فيه وول بس لما بتجي ترسم الوول ما بتفيدكش لا في الحصر ولا بتفيدك في كلاشات فده بش بيم تمام فانا ارجو بس ايه اني بفهمين ان دي تكنولوجيا وفهم وفكر وليس سوفتوير بيستطب ويبقى انا كده انقلت من البيم من الكاد للبيم تمام لا ولكن كل الناس ستبطت وخلص خلصت فيه شركات خسرت كتير جدا بسبب انها فهمت الموضوع غلط وفهمت انه ستفتوير وخلاص وانا اتكلم مع الموضوع ازاي الشركات قفلت وخسرت كتير بسبب انها مكادش فهمها مكادش عاملة بيم بالمنتشا مظبوط والف شكر واتمنى لو حد فهم ليجابه يقولي اشتركوا في القناة